الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الطالين أمين ألف لامين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويحيطون الصلاة وزن ما عزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة يمكنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنهوا بهم لا يؤمنون ختم الله على غروبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم إشاغة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمندين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مسبحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمنوا كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لهم الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزمون الله يستهزم بهم ويمدهم في ضغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت جاعتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي ازترقد نارا فلما أطاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبسرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكان البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أعلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قليل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا وأنزل من السماء ماءا فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا من الله أنجادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من مدون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقوبها الناس والحجارة أعدت للكافرين فبشر الذين آمنوا وعدل الصالحات أن إن لهم جنات تجري من تحت الأنهار كلما رزقوا منها من ذمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل فأتوا به متشابها فلهم فيها أزواج مطهرة فهم فيها خالدون الله أكبر سراط المفتقين سراط الذين أنعمت عليهم غير المقوب عليهم ولا الطالين آمين إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوطة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من طفهم وأما الذين كفروا فيقول ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد بيثاقه ويقضعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسلون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أهواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات فهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائدة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسل فيها ويسبق الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هار لا إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك آمت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبئهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتنون وإذ قلنا للملائكة اسجلوا لآدم فسجدوا إلا إبنيس أبى واستكبر وكان من الكافرين فقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شدتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأذل لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقل لهبطوا بعضكم لبعض العدو ولكم في الأرض مستقع ومتاع الإلهين فتلقى آدم ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قل لهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيايا فاوهبون وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافرين به ولا تشتروا بآياتي ذمنا قليلا وإيايا فاتقون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالي يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغبوب عليهم ولا الضالين أهدنا الصراط المستقيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تفلون الهتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يخط منها عنو ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسرونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء يدربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتقادكم العجل فتوموا إلى بارئكم فاختبوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التبواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حقة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين وإذ استسقى موسى لقومه فقل لذب عصاك الحجر فانفجرت منه سمتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم قلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنذج الأرض من بقلها وإثائها وفونها وعدسها وفصلها قال أتستبدلون الذي هو أجنى بالذي هو خير إهبطوا مصرا فإن لكم ما سعلتم وغبت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويرتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتلون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابعين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بعوته واذكرنا فيه لعلكم تتقون ثم تغليتم من بعد ذلك فلولا فر الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كنوا قردة خاسرين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بكرة قالوا أتتخلنا هزوا قال أعوه بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ماهي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا مكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمنون قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ماهي قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ماهي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لم تدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذنون تثير الأرض ولا تسئل حرث مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون فإذ قتلتم نفسا فالدارعة فيها والله مخرج ما كنتم تكتون فقلنا ضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويحييكم آياته لعلكم تتقون ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قصوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشطق فيخوض منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله فما الله بغافل عما تعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله